سمانية متهما تم عرضهم أمام الصحافة المحلية تم ضبطهم أثناء الدورية التي شنتها قوات الدرك الوطني حيث تمكن الرجال الدرك الوطني من الغبض عليهم وهم تلبسون بجرائم قتل عدد من مختلف أنواع الحيوانات البرية وعند عرضهم أمام حاكم ولاية سلامات عبد الله إبراهيم صيام قال إن هؤلاء الصيادين الغير شرعيين سيحالون للغضاء للرد على أفعالهم أمام يوكتلوا أسر من قوانين بتالدولة أمام يوكتلوا إن شاء الله بيشارك ولا بيحارب ممكن يعني ما بعادل زول أمام يوكتلوا بحاجات التشبه بقدامنا دا حسيم بواستانا سيمدا يمشو يسبو في البخور الدقاك اللعالمي أنمقاي كامل وابادن الحيوان دا تبان أكل سيمدا يمشو يموت كما أدى كما فاتيس كما فاتيس يمشو يسالخو يوضو يحكم في السوقان أسواء كنا البلد كما طلب الحاكم أفراد قوات الدرك الوطني بضرورة مواصلة عملهم البطوني من أجل حماية وسلامة المواطنين وممتلكاتهم فضلا عن الصيد الجائر على مستوى الولاية